الأهلي النهاردة بيلعب عشر لعيبة هتقول لي ايه ده وفي حد تطرد لا مفيش حد تطرد بس الأهلي لو ما كانش صلاح محسن موجود ما كنتش هتحس لو ما كانش مودست نزل ما كان صلاح محسن ما كنتش هتحس هم العشر لعيبة اللي بيلعبوا هتقول لي طب ما حصلش اي اختبارات لصلاح محسن فيش كوار رحتلو هقولك يا سيدي حتى الاشتراكات ما فيش ولا كورة مشتركة فاس بيها صلاح محسن ما فيش ولا كورة مشتركة فاس بيها صلاح محسن مودست الراجل بينزل يا انا بقالي يا جماعة تقريبا حوالي 8 شهور حوالي 8 شهور ما بلعب شكورة مثلا انا بتكلم مع الفرق طبعا في خماسي بلعب مع صحابي بقالي 8 شهور ما بلعب شكورة بس والله العظيم والله العظيم انا بحلفلك جريتي في الملعب هتبقى حسن من مودست لو انا اللي في الملعب اهو انا مش جاهز لا فنيا ولا بدنيا ولا بلعب كورة يا سيدي ما عنديش فكرة انا ما عنديش فكرة ما بعرفش ألعب كورة من الاخر اهو بجيبه لك اعتبر كده لو نزلت الملعب هتبقى جريتي فيها يعني ايه اقناع اكتر من مودست هتبقى فعالة اكتر من مودست وانا مش جاه ما بتمرنش مش هجيب لك حتى لعيب معتزل لو هجيب لك واحد اصلا ما بلعبش كورة فبالتالي انا بقول لك الاهل النهاردة كان عشر لعيبة الاهل النهاردة حتى في ظل وجود افشة والراجل انا شايف ان افشة بيعمل اللي عليه يعني وانا مع ان كان افشة يكون موجود في الملعب لان حتى في ظل وجود افشة انت مش حارف تطلع بالكورة ما بالك لو افشة كمان مكنش موجود كان يبقى فيه اوحش من كده ايه كان حيبقى فيه اوحش من كده ايه فنص الملعب مش عارف الكورة تقطع منك ما بتعرفش تطلع انا نفسي النهاردة عد حوالي 4-5 نقلات للنادي الاهلي ولا مرة حصلت في المطش ولا مرة حصلت في المطش شوف طوال سونداونز خلي بالك فرقة سونداونز دي طبعا فرقة جامدة جدا بس ما بيلعبوا على العمل النفسي أكتر من أي شيء العمل النفسي ده بيبان في طريقة اللعب هدوء تام فبالتالي أنت بتتوتر نقلات كتيرة فبالتالي أنت بتحتار ماشي؟ يعني بعض التصرفات مع بعض الحالات في الملعب اللي بتستفزك بشكل قانوني بتستفز الفريق اللي قدامهم بشكل قانوني انتهويش أروحوا أفعال كرة فأنت يا عم الشغل ده بقى أنت باصة مش عارف بقى أني شكل من الأشكال الحاجات دي كلها ده بيلعب على الجوانب النفسية على فكرة ده علم ده علم ودي شطارة أنا بأسر عليك نفسيا بوترك بخرجك بره المطش إحنا نحمد ربنا يا جماعة إن الأهل النهاردة خسر واحد سفر فقط لغير وأنا حزين كل الحزن إن أنا بقول كده على النادي العظيم النادي الأهل إنه هو إن إحنا بنقول الحمد لله وطبعا الحمد لله في كل شيء أو على كل شيء لكن الواحد زعلان إن شخصية الأهل مكتش موجودة وهنا هتقضى أو هنا هتلوم مين رقم واحد إنجازة فاني والله العظيم أنا مش متحمل أبدا أو على كلر أنا بحب جدا كلر وبشوف إنه هو مدرب كويس قوي ومدرب يليق بالنادي الأهل تمام ومدرب جاب بطلات للنادي الأهل وعمل كل شيء بس المرحلة دي كولر بعيد تماما عن التركيز والتوفيق التوفيق مش محلفه تمام وكمان إيه التركيز مش موجود التركيز مش إيه مش موجود أهل حتى لو سيء والأهل فعلا كان سيء لأن استحواز تقريبا 70-30 دي حاجة لطاليك أبدا بالنادي الأهل حتى الأهل لو كان سيء هو لازم ياخد حقوقه في الملعب والفارد ده موجود ليه يا جماعة الله الحاجات دي تجنن الله الحاجات تجنن في أفريقيا ده مش مبرر بس النهارده الأهل رغمه هو سيء كممكن يخرج واحد واحد بدورة الجزاء فيش نتيجة أحلى من كده مع صندون زينك في جنوب أفريقيا فيش نتيجة أحسن من كده بس الحكم مداش للأهل حقوقه الحكم مداش للأهل حقوقه لكن أرجع لشخصية النادي أهلي بما أننا نكلمنا عن موضوع التحكيم إحنا كلنا تفرجنا عن نادي الأهلي قدام ريال مدريد في كاس العام الأندية كان الأهلي أحلى من كده بمراحم يعني كأن النهارده الأهلي كان بيلاعب ريال مدريد وفي كاس العام الأندية كان بيلاعب صندونز إحنا كنا شخصيتنا في الملعب كنادي أهلي تمام؟ في الماتش بتاع ريال مدريد الشخصية كانت موجودة الأهلي كان بيلاعب وعايز يكسب وكان الأهلي اكترب من التعادل وأتكلمت أنا في الحتة دي على فكرة قبل الماتش وكنت متخوف من الجانب النفسي والأهلي وتحس اللعبة دايما مغدودة من صندونز ليه يا ابني أنت هو ليه؟ إحنا باللاعب صندونز وإنت النادي الأهلي أنا حسيتها النهارده في لعبة النادي الأهلي ثم لازم يرده علينا في الماتش الجاي يبينه قد إيه شخصية النادي الأهلي أقوى هي شخصية النادي الأهلي كانت حضرة قدام ريال مدريد مش منطقة أبدا أن هي تغيب قدام صندونز حتى لو إحنا معترفين بفرقة صندونز بس حد يعترف بصندونز ما يعترفش مثلا بريال مدريد ده الطب ده الطب فالأسف الشديد الفرقة كانت وحشة جداً النهارده بخلاف كولر وتغييراته برضو يا جماعة عشان بس إيه إحنا شعايزين نحبط الفريق هو لسه عنده ممراء مصيرية لكن لازم ننتقد هذا النقض عشان نحاول نكون جزء جزء من مساعدة النادي الأهلي إن شاء الله في التأهل بإذن الله فأنت عشان تكون جزء لازم تكون واضح ولازم تكون صريح ولازم لما تيجي تتكلم تتكلم بمنطقية وتتكلم باللي أنت شايفه النهارده ما تيجي تتكلم على تصرحات كولر اللي لسه متنقدة واللي لسه فيها مشاكل في رأيك الراجل النهارده بيقول لك إيه بيقول لك إحنا ادرنا إن إحنا نشكل عدد من الهجمات على فريق سانداونز أنا أقعدت بيني وبينك أرجع الزاكرة بتاعتي بعد ما النطش بخلص فين الهجمات اللي الأهلي شكلها على سانداونز فين فيش غير كورة عشوائية بالصدفة بتاعت عبد المنعي والكورة التانية اللي في نهاية المطش اللي هيكت ضرب الجزاء لصالح النادي الأهلي هل في أي حاجة تانية؟ فكروني يا جماعة لو أنا ناس يقولولي فين الهجمات اللي تشكلت من النادي الأهلي على مرمى سانداونز فأنا عشان كده بقولك إيه قبل مندخلك بقولك التركيز مش موجود عنده كولر التركيز مش موجود لكي أننا كنا نتفرج على مطش تاني أنا بتكلم بمنتهى الأمانة والصراحة إن شاء الله دي مرحلة بالنسبة لكولر مش موفقة فيها تماماً إن شاء الله تعدي ونخلص تعدي ونخلص لكن أتمنى أن هي تكون عدت بقى بمطش النهاردة عدت لأن المطش الجاي ما فيهوش حياة وموت الأهلي يا جماعة لو خسر مطش الجاي أو مساعدش النهائي هيبقى خسر برتولتين تقريباً شهر ونص بعد مطش اتحاد العاصمة في السوبر ودي حاجة تبقى قاسية جداً جداً عن جمهور النادي الأهلي ففوق يا ميستر كولر ركز يا ميستر كولر ترجمة نانسي قنقر